اشتركوا في القناة 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 الزبدة موجودة عند الفلاحة في أوروبا طيبية الزبدة تركي الفيديو في القناة طيبية والبنات اللي كانت في المغرب وما عندهم يشترون الزبدة الخبز تكون من الحيوانات البقر أو الماعز وطيبوه وصاوبوا والبنات اللي كانت في البادية ويجبوا الزبدة من عند شي واحد في البادية يجيبوا الزبدة ويجيبوا السمن خلطي واحد الكم مثلا جوش كيسان العنباء سيكون حر ما كانش الحر دك ديالسبانيا أو دك ديالالمانيا خويهم في جوش كيسان العنباء ديالسمن وواحد دية تريالة خلطيهم مزيان وخلطيهم اربع ايام او خمس ايام مرقدين سبع ايام مرقدين مسدودين هكما تخلطيهم خلطيهم مزيان ومزي واحد الملعقة كبيرة هذه كتاريالة تسخنك تحسي سخونك تحسي وجهك خدودك حمرين ترجع لا تجعل البرد يقربكم ما هو البرد يقرب؟ لان تجعلها تفسير صحونا في ليلة من فراشك او تأخذ بارد المثلاجات وكل شيء تأخذ فيها تحسي بسوط يخرج من جسمك ولكن لا يوجد حاجة مضيرة هذا بالنسبة للسمنة ولكن تكون يتوكلي معها مزيان مقصرات اللحوم السماك الفواكه يعني يتوكلي معها مزيان طعام الحليرة كل ما يتوكلي حبيباتي الغالية طريقة أخرى للسمنة و ديال البرد و ديال البرد رأس الحانوت كامل تجيب المرأة تشريها الراسة مقلة تجمع لي رأس الحانوت كامل ماشي مطحون عودان و تدقوا كامل و تغربلوا و تدقوا و تغربلوا و تديروا و تجد كاس من الأخزامة مطحونة و تطحنها و نصف كاس من العلك مهرواش بيت يوم هذا رأس الحان تجيب كاس تقريبا سيجمع منه كاس و تدقوا كاس كبير كاس كبير و كاس الخزامة و كاس العلك و كاس العلك و تحكم التمر و التمر و التنج كامل و تفوره تقريبا و تطحن رأس الحانوت كامل و تضعه عندها و الخزامة و العلك و تحكم تفور التمرين و يطيف الكاس كاس و تكبع له زيت العود الحر و تعجنه في قاس و تقريبا تقريبا و يطيف و افضل و يطيف اكثر و يجتمعوا و يطيف و تقريبا و يطيف و يطيف و يطيف و يطيف و يطيف كنا ف darle استكفتanan و نجد ك divides مثلا لك الوقتال و نجود زيت الزيتري عجنو نين عجنو و نعطي اضط منه المطحون لا اضط منه المطحون و الأساعده و قاما معه وتخليه يخمر 7 أيام وترك التوقل عبود ما يخلي البرد تود المراع على ثرو تسمن على ثرو مافي فانيد مافي سيرو مافي شي هذاك شي كامر ماهام زيان ذاك الفانيد وذاك الشي مضير ماهام يلفع يرجع للمراه بلمرأة حبيبتي غلنا نعود لكم هذا لغسية لقاتلكم الوليدة دي تشد تقريبا 1 كيلو طمر تشد تقريبا 1 كيلو طمر يجمع كمية تشري شي بشي تشري عطار تقولوا اعطيني راس الحانوت لا تطحون تنقيه كامل تسخنيه في المقلة تسخنيه في الفران تسخنيه في الفران تطحنيه تشدي القياس كاس تطحنيه كاس مع صعب تسخنيه تستغنوه 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 لا يجهد تستغنوه تقريبا 1 كاس تسخنوه تسخنوه اضع العلف كاملة في الكسكاس اضع التمر اضع التمر اضع التمر اضع التمر اضع التمر السكر يخلط نعيش لا يجعل التمر تضع كمية اللوز مقلي لن يوجد ملح 1 كيلو 1 كيلو 1 كيلو من فيول السوداني مالح تقليح تهوه وطحنيه فسخي والذي يكون في القترة وطحنيه مزيان وخلطي ذاك شي كامل اللوز الكوكا والتمر راس الحانوت الخزامة العلك وزيت الزيتون وخلطيهم مزيان وغطيهم مزيان يكون شي حاجة كتسد شي سوبيرة كتسد من الأحسن ما تدير استفاده البلاستيك شي حاجة دي الججاج وخلطيهم مزيان وخلطيهم مديرهم في الثلاجة إلا كان الحال سخون وخلطيهم الثلاجة من تحت ولكن إلا كان الحال عادي وخلطيهم غير عندك في بلاكات وبقى كل نهار في الصباح سوف يحسر الشربة الشوفان الشيشة أو الضراء أو الضراء وخلطيهم كمية وخلطيهم كمية وخلطيهم مزيان بإنحظة الحساء أو حليب السخول يجب أن تدرح حليب السخول وفي الصباح لا تدروا شيئا باردة لا تأكلوا مثلاجات لا تقوم بعمل برد يجب أن يخرج البرد من المرأة ويجب أن يغلط العيالات أما عندما يأتي واحدة تقول لك أن أغلق هذه الصيغة أو أغلق هذه الصيغة طريقة ثانية حبيبتي السمنة 3 كيلو ثلاثة من الظروة الظروة حبيبتي هذه هي الشحمة لبل سنام لبل الظروة تجيبها 1 كيلو 1-3 كيلو تقطعها صغيرة تقطعها صغار صغار هي مفيدة في صحة الذروة لا تقوم بشحوم الغنم تقطعها صغير صغير تقوم بطنجرة ونقصي عليها النار ويحرك بشي ملعقة الخشب 1-3 كيلو إلا أنك تستعمل لحدها تحمل لحدها ويحرك بطنجرة ويحرك بشحر ويحرك بشحر ويحرك دون لحدها ويحرك بشحر ومعنى تحمل لحدها لا بدى العوداء ويحرك بداية لمرأة كيس كاس كيس كاس وتحكم كاس من اللوز والكاسين اللوز مطحوني 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 وتديروا معها هذا اللوز لم يحمروا و بعد يضروها طيبة و تخلطوا معه و منين تخلطوا معه ترك التوقل من نوع عبود و يبس توقل من نوع عبود و الصبح توقل من نوع عبود نعود لكم هذه الوصفة قلت الوالدة لي تشديجوش كيلو حتى ثلاثة كيلو الذروة ديال البل الشحمة ديال الجمال البل تقطعها صغيرة طروفها صغيريين بحالة نقطع البغوشيت و نضيفها طفقامية و نضيفها طنجرة و نضيفها على النار و نضيفها في ذروة كاملة احد شي حاجة نشدو ملعقة غاية نقصو النار عليها و نشدو ملعقة الخشب و نحركوها نضيفها بحالة نحركوها و إحنا مقابلي نحرك تبقى تحركي تحت رجعي الفوق وذلك للفوق ترجعي تحت كل شيء تبقى تذوب وانتي ناقص عليها النار باش ما يتحرك لك ذاك الذروة العرب يقولون ذاك وتبقى تحركي تحركي وانتي وهي كذوب حتى ذاك صافي كذوب كاملة ذاك الشحمة تبقى روحة جليدة صغيرة من كل قطعات ذاك الذروة تبقى بحل قتلك الويدة كأنها هذا الدرا حب الدرايابس او العدس صافي كتصفيها مزيان تخليها تبرد واحد شوية ماشي سخونة تصفيها في شي طنجرة كبيرة واسعة في مهل اللي غادي تخليها فيها ديال الجاجة وشي سوك بيرا لكي ما تكونش سخونة بزاف تخليها تبرد واحد شوية صفيها ترمي ذاك الشي اللي اللي ترميه اللي توقن عوزي ايه القطيع ديالي كي يدير الاصوات وكتشدي تطحنتي واحد الكيمية ديال اللوز كاس كاسين ديالاللوز ثلاثة على حسب اللي غادي تديره ايه تديري واحد شوية ديال الزعتر تحكي غير بيدك ما مطحون موالو غير لورا غير لورا يديره بلا عودان تحكيه مزيان تلوحيها في ذاك الذروة تلوحي ذاك اللوز المهارمش بغير فيه وحركوه مزيان بقى غير حركي هو يبرد ونتي تحركي هو يبرد ونتي تحركي علاج اللوز يجي مخلط فيه كامل هو يبرد ونتي تحركي باش ذاك اللوز يجي مخلط فيه كامل هو ذاك الزعتر يجي فيه في كل مكان فاش تبرد رغا يتجمد غا تولي بحال الشكلات اللي كان دهنو به الخبز ولكن هي لون ابيض صافي يا اما تخلي في ذاك من الافضل تصفيف ذاك اللي غادي بقى فيه يكون يتسد وتبقى يمليت بوية ناسي كاتهزي واحدة ملعقة كبيرة كلها من ذاك الذروة الذروة مزيانة لعرب رهيه باش تبارك الله كتعطيك واحد صحة كتخليك تبقى يتعر تبارك الله كتخليك تعطيك واحد صحة صحة ديال المعقول ماشي يعني السمنة تسمني ولكن في نفس الوقت تكوني قادة تديري شغالك وتجمعي دارك وتمشي يعني ما عندك ذاك العيام صحي وصحي واصباح وتاني نفس الشي توقلي منو ملعقة الصباح ملعقة الصباح ملعقة هادو الطرق ديال السمنة والصحة ماشي السمنة مضرة ماشي ذاك شي ديال الكيدر للصحة حيبتي الغالية تعتادر لهاد الفيديو جاكم غايجيكم طويل ولكن في عدة وصفات للسمنة نتمنى حيبتي يعجبكم والويدة ديالي يعطاتكم هذه الوصفات وان شاء الله الجزء الثاني غايكون وصفات ديال التوكال والعقم او يمكن ندير كل واحد بوحده في فيديو ما عرفت ومن بعد غادت يكون فيديو غادتاني نفس الطريقة فيديو على فقر الدم وعدة وصفاتها كمختلفة دواء صحراء وان شاء الله تتمنى حيبتي يعجبكم واني بكم شوفوا اللي بغا تونت الله يسهل علي نوعليها والله يعطيه لي فرحها واللي بغا تسمن الله يسهل علي نوعليها ويعمل يتسمن غير تسمن اللي يتسمنت القياس راهوه الأكبر للنسان ما تلي يعد قلبه ويوجعه امين يا رب العالم والله يفرج علي نوعليكم امين يا رب والله يفرحكم والخافيكم امين يا رب العالم اوه شكرا